يمارس هوات صيد الأسماك هوايتهم هذه الأيام خاصة مع ساعات الحظر وتجميد بعض الأنشطة في ظل أخذ الاحتياطات من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يقضون ساعات عدة على شواطئ البحر في البداية نديرها كبرنامج بعد الخدمة طبعا نجيه هنا بعد العصر نجيه نفوت في وقت هنا اللي فيه النصيب نحص نعرفه هذا بعد الخدمة طبعا في فترة رمضان قاعدين نجيه من العشيه إلى العشيه نفوت في وقت لأنه بحكم أنه واحد مستريح في الشارع هو الكريم تصيبوا أو تخطئوا تلك أرزاق يبعثها الله لك ولكن مجرد الجلوس بجوار البحر هو بيت القصيد بالنسبة لهم خاصة في شهر رمضان المبارك واستهواؤهم لممارسة هواية صيد الأسماك قبل ساعة الإفطار الله يجو مليح والحمد لله بلادنا مع بي خيرا الله يبارك وكل يوم نمشي قبل بعد صلي العصر نطلع عنه ضيام وحسن ترابلسي نحاول تونين طلعوا في برباريلا عجين تبيتسا وغيروا في الجو نطلعوا منه الهروب الضي والحاجات ممارسة الهواية المفضلة والشغف في ذلك تنتشر بنسبة كبيرة في شهر رمضان الكريم عند أغلب الشباب كيف لا خاصة وأنه مناسبة دينية سنوية وسم الزواغي لقناة ليبيا بنوراما طرابلس